هذا الاتفاق الذي أفار الجدل بلا أدنى شك وطبعاً دائماً أي قضية تتعلم بالكيان الإسرائيلي تثير الجدل واللغط وهذا الاتفاق جاء في ظروف إقليمية ودولية معينة مما زاد في هذا الجدل الكبير خاصة ما شهدته مواقع التواصل الاجتماعي ومواقف بعض الدول التي تباينت بين دول صمتت عن إعلان موقفها وأخرى باركت بقوة وأخرى خونت وبلغت منتهى التخوين وكما لاحظنا أن الأمر ذهب في فسطاتين الفسطات الأول هي دول غربية ودول مختلفة باركت هذا الاتفاق هناك من رفض هذا الاتفاق ويتمثل في السلطة الفلسطينية وهناك من خونا ونذكر تحديداً الحلف الإخواني التركي طبعاً القطري والإيران هذا المثلث قام بالتخوين المطلق للإمارات العربية المتحدة من حيث المنطلق يجب أن نؤكد على أمر هام أن اتخاذ مثل هذه المواقف من الدول هي مواقف سيادية تعود للدولة نفسها وهذه الدولة أي دولة هي حرة في اتخاذ المواقف التي ترى فيها مصلحتها ولديها حساباتها في هذا الأمر حقيقة أنه من حيث المبدأ يجب أن نميز مطلقاً بين الاعتراف والتطبيع هل الاعتراف بإسرائيل قائم في الدول؟ الدول بالإجماع طارى بأن الحل في فلسطين هي الشرعية الدولية وحتى السلطة الفلسطينية في عهد الراحة لياسر عرفات وما بعده أيضاً احتكمت إلى الشرعية الدولية والشرعية الدولية طارى وتؤمن وتدعو إلى حل الدولتين معناه الاعتراف بدولة إسرائيلية وأيضاً دولة فلسطينية تكون جارة لها إذن الاعتراف بإسرائيل كدولة في العالم وفق الشرعية الدولية أمر منتهي حتى الدول العربية كلها والإسلامية كلها ما دامت هناك التي اعترفت مباشرة ودعت إلى حل الدولتين ودخلت في مفاوضات وهناك التي لم تعلن مواقفها ولكنها ضمنياً ما دامت تؤيد الشرعية الدولية ودولة فلسطين في حدود السبع وستين وعاصمتها القدس الشرقية فهو اعتراف ضمني بإسرائيل كدولة في المنطقة إذن الاعتراف هذا هو وضع حتى نبتعد عن المعواطف ودغدغة المشاعر الجماهير والتخوين وما إلى ذلك هذا هو الواقع هذا هو الواقع الدولي كل الدول تقول حل القضية الفلسطينية ضمن أطر الشرعية الدولية الصرعية الدولية تقول بحل الدولتين أي دولة فلسطينية على حدود السبع وستين معناها قضية إبادة إسرائيل ومحوها من الموجود هذه مجرد كلام وعواطف تدخدغ بها مشاعر الجماهير وحركات معروفة بتوجهات نعود إلى التطبيع إذن هناك فرق ما بين الاعتراف والتطبيع إذن الاعتراف الرسمي العربي موجود من حيث المبدأ سواء بصفة مباشرة ومن خلال العلاقات مع إسرائيل أو بصفة غير مباشرة عبر الشرعية الدولية ولا توجد دولة لا تعترف بوجود إسرائيل حتى إيران التي ترفع وتهدد إسرائيل هي تعترف ضمنيا بوجود إسرائيل وبحقها في الوجود وما إلى ذلك وهناك الكثير من التصريحات في هذا الجانب إلى جانب التنسيق الذي يجري تحت الطاولة ما بين إيران وإسرائيل وقوى أخرى حتى كم من مرة هدد أحمد نجاد بمحو إسرائيل من الوجود ولكن بعد ذلك جاءت تصريحات أخرى نحن لا نريد أن نمحو إسرائيل من الوجود وكذا وكذا إذن لا توجد دولة يمكن أن تقول لا للشرعية الدولية فالقضية تتعلق بمواقف في الأمم وقرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة لذلك هذه القرارات تعترف بحق الشعب الفلسطيني في دولته وفي نفس الوقت أعطت أيضا الحق للإسرائيليين في بناء دولته إذن هذا الاعتراف التطبيع قضية العلاقات الآن هذا هو وضعها إسرائيل معترف بها عبر زاويتين زاويتين قضية تطبيع العلاقات أن نعترف بوجودك شأن وتطبيع العلاقات شأن آخر تطبيع العلاقات نعرف كيف عند الدول تبعت العلاقات نجد مصر عندها معاهدة كامو ديفيد عندنا الأردن عندنا السلطة الفلسطينية أصلا مضت معاهدة سلام نجد قطر لديها علاقات مع إسرائيل تركيا لديها علاقات مع إسرائيل المغرب لديها علاقات مع إسرائيل موريطانيا لديها علاقات مع إسرائيل سلطنة عمال لديها علاقات مع إسرائيل الآن الإمارات العربية المتحدة لديها علاقات مع إسرائيل ما زالت دول أخرى قادمة أيضا في الفترة القادمة لديها علاقات مع إسرائيل إذن تطبيع العلاقات وفقاً لهذه المقررات ليس كما يراد تصويره تطبيع العلاقات هي خطوة ثانية ما بعد الاعتراف الاعتراف تم كما ذكرنا إذن تطبيع العلاقات هو الذي لم يتم هناك دول ترفض ترفض هذه تطبيع العلاقات ونذكر في هذا السياق المبادرة العربية التي ظهرت في قمة بيروت والتي قدمتها المملكة العربية السعودية وهي مبادرة كانت قوية بلا أدنى شك هذه المبادرة وضعت شروط للدولة الفلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس إيقاف الاستيطان أشياء كثيرة وهذه إذا تحققت بعد ذلك يمكن أن تكون هناك علاقات وتطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى المبادرة العربية التي قدمتها المملكة العربية السعودية نفسها في إطار الشرعية الدولية تحترف ترفض الجامعة العربية أيضاً تعترف بهذا الشأن معناها أن الجانب الرسمي كله يعترف بوجود إسرائيل تبقى قضية العلاقات وتطبيعها مرتبطة بشروط تتمثل في الحق الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته إذن هنا الإشكالية لكن الإشكالية القائمة أصلاً لماذا يجري تخوين طرف وعدم تخوين الطرف أخر إذن قلنا الاعتراف قائم التطبيع هناك الذين طبعوا علاقاتهم وهناك الذين لم يطبعوا ولكن المواقف المواقف من التطبيع تباينت المواقف من التطبيع تباينت هناك من رفض وهناك من أيد وهناك من ندد وهناك من صمد هذا على عبر المسيرات حتى لما ذهب أنور السادات إلى تلبيب ومعاهدة كام ديفيد في ذلك الوقت زارة النبيب ماذا حدث؟ نقلت مقر الجامعة العربية إلى تونس وكانت مواقف كبيرة ومنددة وكذا وكذا وفي النهاية ماذا حدث لاحق؟ باحقاً التحق الدول الأخرى بهذا التطبيع لأن القضية يا جماعة تتعلق بشرعية دولية كبيرة فيها قوى كبرى متوافقة على هذا الأمر لا يمكن يا جماعة أنك أنت تفكك هذا الأمر بمجرد شعارات تطلقها أو من خلال الرفض أو مظاهرات أقول لكم يا إخواني هذه هي الحقيقة